مملكة البحرين حيث أصبحت المملكة نموذجا عالميا في مجال حفظ الحقوق والتسامح والتعايش الديني والعرقي بين الجميع عرفت مملكة البحرين على امتداد تاريخها الحضري المتجدر بثوابتها القائمة على احترام الشعائر والحريات الدينية والتي تعززت ضمن الرؤية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ونص عليها ميطاق العمل الوطني والدستور وتجسدت في أسمى صورها من خلال ما يتمتع به المجتمع البحريني من مواطنين ومقيمين في حرية ممارسة شعائرهم الدينية وقيام الدولة بمختلف أجهزتها بتوفير كل ما يلزم من أجل ضمان توفير المناخ الملائم لترسيخ الحريات الدينية والقيام والمبادئ الإنسانية القائمة على احترام التعددية وتعزيز التسامح والتعايش بين المجتمعات وتمتلك مملكة البحرين تجربة فريدة من نوعها في مجال الحريات الدينية وحرية إقامة الاحتفالات العقائدية وحرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان بمختلف مذاهبها كما وحرصت البحرين على ترسيخ قيم ومبادئ التسامح الديني والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والطوائف عن طريق مختلف الوسائل الإعلامية والمنابر الدينية وتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التعليمية والتوعوية لتعزيز قيم التعددية وتقارب الثقافات والحضارات إلى جانب تجريم التحريض على الكراهية والطائفية والعنف والإرهاب بمختلف أنواعه وتعتبر مملكة البحرين أفضل نموذج دولي وواقعي على تأصيل قيم التسامح والتعايش فقد نجحت على مدى العصور في وضع أسس راسخة لمبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخرين هذا وكانت وما زالت تعمل المملكة على إصال رسالتها الحضارية إلى العالم كنموذج رائد في مجال احترام الحريات والحقوق وتعزيز التعاون والشراكة القائمة مع أطراف المجتمع الدولي كافة وتفعيل دور المجتمع المدني من أجل المساهمة في نشر القيم الإنسانية الجامعة وتعزيز ثقافة السلام والتعايش ودعم الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال ونبذ الكراهية والعنف والتطرف بين الشعوب المنطقة